ناشت رئيسي من المركز الاخباري في دماشق اهلا ومرحبا بكم توحدت لغة الغرب اليوم حول سوريا ومن لا يجد اللغة الجديدة لن يكون له مكان في طاولة الحل فمن سيصبح عكس التيار السياسي اليوم سيجد نفسه في قاع المشهد الدولي كما سبحوا مسبقا عكس التيار السوري ووجدوا انفسهم مهزومين تنتظرهم مزابل التاريخ ليستقروا فيها لن تفيد محاولات التمسك بمفردات لغة عدوانية تآكلت وصدقت ولن يفيد التذاك واللعب على المصالحات فجميع فهمت درس في الكريملين وتعلم الف باء اللغة الجديدة وابجديتها السورية ويرددها اليوم بانكيمون كما من سبقه من مسؤولي الغرب الذين كانوا سقورا في بلدانهم وتحولوا الى حمائمة تنشد السلامة والحل السياسي السريع للازمة السورية ليست العصة السحرية التي غيرت لغة الغرب بل هي العصة السورية بندقية الجندي العربي السوري المذخرة بهمم الرجال لا بتعويذ السحر فلقد سقطوا وسقطت اقنعتهم ووجوههم ومفرداتهم ولغتهم وبقيت سوريا شعبا وجيشا وقائدا فبأي شيء يلملمون بقايا هيبتهم المتناثرة ومفرداتهم المتباثرة فمن سيقنعون عندما يتحدثون بالصيغة الاملاء التي مل العالم سماعها والتي يسقطون في مستنقعات فشلهم كلما استخدموها مع سوريا كيف تريدون الاملاء على سوريا وانتم مهزمون خائبون بعد اكثر من عامين من التهديد والوعيد والابتزاز والضغوط هل ستقنعون العالم ام مرتزقتكم ام انفسكم لان تقنعوا احدا بل نحن من سيقنعكم بانكم قد هزمتم ببندقية وخطوة الى الامام وسنقنعكم ان العالم قد تغير ليس بالوهم بل باليقين يقين ان صنعه نحن يشرق من قسيون ليمزق عتمة ظلامكم ويظهر حقيقتكم المستتر خلف الظلام يقين دماء الشهداء واسرار الصمود والانتصار